شغل التابستري او السي تو سي او الكروس ستتش كل ده اسامي التابستري ممكن نعمله بالكروشيه التونسي يطرع ينفع ان انا اساسا استخدمه ولا هيكون في صعوبة السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله يربيكم بقى الفخير اهلا بيكم فكرة جديدة بترونات السي تو سي او الكروس ستتش في الكروشيه العادي او التطريز ازاي بقدر اخدها وسيستمها كده وحورها ودورها وبتكون معايا كروشيه تونسي في اي غرزة انا احبها ولكن انا بفضل غرزتين اتنين هي الغرزة العدلة والغرزة البسيطة ليه بقى باخدهم وازاي وازاي اساسا بينفعوا معايا في الكروشيه التونسي بكل بساطة احنا اشتغلنا قطعتين اتنين اشتغلنا قطعة القطعة دي بتاع بندق كان خروف للعيد بورتري بسيط واشتغلنا القطعة دي كانت تنفع بورتري وانا عملتها خددية بسيطة فما كانش فيه مشكلة معايا ولكن انتم ما فهمتوش اي حاجة عن البطرنات دي البطرون سي تو سي او الكروسي ستتش اي الفرق ما بينهم الكروسي ستتش ده بيكون بطرون عادي المربعات بتاعته بتكون بالبيكسل زي ما انتم شايفين على الشاشة ولكن قلب الغرزة بتلاقوه معمول علامة اكس كده جنب بعضها ايه السبب؟ السبب انه لما باجي اشتغل تطريز بعمل الغرزة دي غرزة اسمها غرزة الاكس دي بعملها فبتكون لي في النهاية الصورة اللي انا شغالة عليها طبعا بيكون ليه نوعية قماش معينة وليه نوعية يعني الترات بتتشد عليها وتفاصيل تانية ليه مش شغلنا حاليا ولكن انا باخدها ازاي واستخدمها في الكرشية التونسية ببساطة انا بتعامل بالبيكسل مش بتعامل باللي جوه البكسل يعني المربع جوه اكس او ما جوهوش اكس ده مش هيفرق معايا انا باخد المربع ده بعرف بس بيهمني ايه عدد المربعات اللي جنب بعضها عرض وطول بعرف بالعرض انه ده عدد المربعات اللي انا هبتدي بيها وبالطول بعرف عدد الاصفف اللي واخداها الرسمة هل معنى ذلك انه البطرول لو مثلا عشر مربعات جنب بعض فانا لازم ابدأ بعشر سلاسل وخلاص على كده لا لسبب بسيط لو ابتديتي بعشر سلاسل بس فانتي هتعملي القطع بتاع البطرول بالتك فمش هيكون في مدى للصورة اللي هو بمعنى اصح احنا لما بنيجي نشتري اي قطع فنية بيكون لها اطار الاطار ده هو اللي بيبرز لي جمال الصورة وهي اساسا الصورة برضو من جوه بيكون لها اطار او حفة فرة ده عشان ابتدي برضو ابرز جمال الرسمة بتاعتي فما بال انت لما بكوني بترسمي بالخيط اكيد برضو لازم تسيبي مدى للاطار ده بسيب مدى للاطار من تحت وبسيب مدى للاطار من الجنبين وبالطبع طبعا من فوق فمشتغل مثلا هنقول 10 ثلاثل قبلها و10 ثلاثل بعدها وكمان 4-5 اصفف قبل مبدأ البطرول بتاعي بكده بكون عملت انا الشكل بتاع البورتريه بتاعي قبل مبدأ البورتريه في حد ذاته وانا شغالة بقى اثناء مانا شغالة اكيد بشتغل برضو برس فرقة من عالجنبين وبشتغل البورتريه بتاعي بعمل ازاي بقوة كله مسألة عدد بعد المربعات الفاضية دي وبتكون مثلا مربع باللون الاحمر مختلف اكيد عم مربع باللون الابيض وبشتغل وببدل وبيبتدي تتكون معايا الرسمة بعرف برضو ازاي المربعات دي رقم اللون ده تحديدا احيانا بعض البطرولات بيكون مكتوب فيها الرقم بتاع اللون في دائرة الالوان اقدر ازاي اعطر عليه وبروح وبشتريه من الشركة نفسها كدرجة لون والتطريس بيتعاملوا بالموضوع ده اسهل بكتير مننا احنا فاحنا بنرقد بس درجة اللون المناسبة ومش حتما توفري نفس الدرجة اللي موجودة في البورتريه انتي ممكن يكون البورتريه في اخضر او اصفر وانتي تروحي تعملي احمر وزرق عادي جدا اهم حاجة التناسق الشكلي وانتي وابداعك الشخصي عمتا ده بطرون الكوروس ستيتش او الـ C2C اللي اتنين بالنسبة لنا بنعملهم وعمله واحدة ببتدي اعد المربعات بالعرض ببتدي اعد المربعات بالطول بعرف عدد البطرون بتاعي قدي ايه وببتدي بعدها اعمله عدد اصفر فارغ كده وبعد زيادة عن عدد البطرون اللي موجود بالعرض وببتدي اشتغل عادي خمسة سلسلة من قبل وخمسة سلسلة من بعد والبطرون مثلا عشرة ببتدي انا الحدد كل ده قبلها وزي ما قلتلكم من قبل انا تعلمت الموضوع ده مثلا في الخده دي يانريا عملت البطرون على الحفة قوي فاكيد ما برزليش شكل الهلال اللي انا عملته بالجمال اللي انا كنت عاوزاه فلو كنت عايزاه يكون اجمل من كده كنت لازم اسيب عشرة او خمس سلاسل من الحواف فوق البطرون اللي محدده البطرون نفسه فاهميني وبس كده اكون خلصت فكرة النهارده فكرة بسيطة عن ايه هي بطرنات الكروشيه التونسي في التبستري وازاي بامشي عليها وايه نوع الغرز اللي انا ممكن استخدمها وتطلع معي حلوة دي كانت فكرة النهارده وان شاء الله عن الفكرة دي هنتجي نحورها في برطرهات بجد ولكن مع الايام ان شاء الله انفز لكم منها وتفهموا الفكرة وازاي بتتعمل وازاي بنعلقها كجدرية طحفة فنية وازاي بنثبتها عشان الرل اللي بيحصل في الكروشيه التونسي شوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة وما تنسوش اللايك والشير ده بيدعمني جدا وبيوصلوا لأجبر عدد من البنى قدمين اللي عايزة تستفيد من المعلومات دي نشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة مع السلامة باي